اجتمع معالي شيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة واشنطن مع سعادة السيد جارير كوشنير كبير مستشاري فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الى الولايات المتحدة الامريكية وخلال الاجتماع اكد معالي وزير الخارجية ان علاقات الصداقة الوثيقة والتحالف الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية تشهد تقدما مستمرا وتنوعا واسعا يشمل مختلف مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري يجسد ما لهذا التعاون من اهمية كبيرة وما يحققه من نتائج مثمرة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين وتعكس تاريخا طويلا من علاقات الصداقة والعمل والتنسيق المشترك والمساعي المتواصلة للمضي بها لآفاق ارحب على المستويات كثة مثنيا على الجهود الملموسة والبارزة للولايات المتحدة الامريكية وسعادة السيد جارير كوشنر لتعزيز الامن والسلام في المنطقة وما يبذله من جهود كبيرة توجت مؤخرا بتنظيم ورشة السلام من اجل الازدهار التي استضافتها مملكة البحرين لاجل دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق طموحاته في التنمية والازدهار مؤكدا دعم مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية من اجل كل ما فيه خير وصالح شعوب المنطقة من جانبه عرب سعادة السيد جارير كوشنر عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية مؤكدا اعتزاز الولايات المتحدة الامريكية بعلاقات الصداقة الراسخة التي تجمعها مع مملكة البحرين والتعاون المتميز بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة مشيدا بدور وجهود مملكة البحرين في دعم الامن والاستقرار في المنطقة واستضافتها لورشة السلام من اجل الازدهار في مبادرة مهمة لدفع جهود احلال الامن والسلام وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في التقدم والتنمية مؤكدا حرص الولايات المتحدة الامريكية على مواصلة نهجها في العمل المشترك مع مملكة البحرين ودول المنطقة من اجل حل مشكلاتها والقضاء على ما يهدد امنها واستقرارها وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر